طبعاً في صور كتير للدينونة في العهد القديم لأنه حتى من بداية سفر التكوين منشوف أن الله استخدم الطفان أو صدوم وعمورة قلب صدوم وعمورة لكن برضو لما بتصل عند الأنبياء بتشوف صور متعددة لهذه الدينونة ممكن شاركنا عن بعض هذه الصور لأن الله هو الديان لأنه لابد أن يدين لأن الدينونة تبرز صفاته القضائية كقدوس يكره الشر فالتاريخ المقدس في أصفار العهد الأديم يقول لنا بعض صور الله القضائية التي استخدم فيها دينونة مثلاً على الشعوب وعلى الأمم أبرز هذه الصور وأولها كانت دينونة على كل الأرض في الطفان دينونة الماء عندما فاض الماء على كل العالم فهلك يقول الكتاب عن العالم القديم فاض عليه الماء فهلك فأول دينونة هي دينونة الماء غطت كل العالم أيام الطفان هناك أيضاً دينونة هي دينونة النار مش بس الله يدين بالماء لكن يدين بالنار عندما رمض الرب مدينتي سدو وعمورة كمان في دينونة مشهورة جداً وقعت على أمة كانت من أفضل الأمم علماً وحكمةً هي أمة المصريين عندما نزل الرب قضاء في عشر ضربات وكانت أشهرهم ضربة الظلام فالله ممكن يدين الشعوب بالماء ممكن الله يدين الشعوب بالنار ممكن الله يدين الشعوب بالظلام وهذه أبرز الصور التي استخدمها الله في الدينونات في العهد القديم ترجمة نانسي قنقر